برج الكوس اليوم 26 ابريل 2023 برج الكوس انت برج كريم جدا وبتقف جنب اي حد بيحتاجك جنب وانت كمين برج عندك عزة نفس ولكن فيها شخاص بتغير منك ومش بتحبلك الخير ولكن انت برج عندك ثقة في نفسك عالية جدا مهما كانت الظروف بتكون اسية عليك انت بتتجاوزها يا برج الكوس وبتعرف ازاي تحل امورك زي ما انت عايز برج الكوس انت في حد في طريقه ليك جاي مدد ايديه ليك بالصلح والمحبة ليك يا برج الكوس كان عندك امور متلغبطة شوية ومشي ببطء ولكن في تحسين وتغيير في جميع الامور باذن الله انت مضغوط مضغوط وفي حاجات بتحصل لك فوق طاقتك تعبان وبتعاني وبتفكر كتير وعندك لغبطة في نومك بسبب شيء سبرت عليه كتير وتعبت عليه ومفيش مقابل بتتعب على الفاضي وانت كمان محط بناس سلبية بتحبتك مش بتقويك ظروفك المادية فيها صعوبة شوية وفيه تراجع الحال وقف فجأة وحصل معك ترقومات ديون يا برج الكوس عندك كمان قرار هتاخده بدون تفكير بسبب الزن والكلام الكتير وكسرة الاستغلال وانت في الاخر هتاخد قرار تقطع بيه كل ده لانك اتظلمت يا برج الكوس عملت تفاجئ بحاجات غلط بتحصل لك وكل الامور دي بتخص وضعك المالي انت بتعافر عشان توصل لشيء حواليك عايز توصله وبتبزل اقصى مجهودك عشان توصل للشيء ده حواليك اشخاص بتأثر عليك وانت كمان بتبزل مجهود كبير الفترة دي ولكن انت اخترت العزلة وكلامك بقى قليل مع ناس كتير احيانا بتحس بالوحدة يا برج الكوس عشان كل ما تيجي تتعلق بناس بيبادوا عنك فجأة والموضوع ده مزعلك ومدخلك في حالة اكتئاب فيه قرار هتنهي بيه علاقة عاطفية بسبب ما فيش دعم ولا تقدير ومفيش راحة في العلاقة ديه عندك عندك انتظار لسمع خبر هيفرحك مستنيه بقى لك كتير طلبت شيء ومستنيه الرد ده لما هيجي لك هيفرحك وهيخرجك من الازمة اللي انت فيها حاليا يا برج الكوس اصحاب برج الكوس السنية دي عندهم مولود جديد وفيه كمان عتبة جديدة هيغيروا المكان اللي هم قاعدين فيه بتسع ورشيء وربنا ان شاء الله هيجبر بخاطرك في يا برج الكوس عندك فرحة كبيرة الايام اللي جاية عندك مناسبة سعيدة هتفرحك وفيه كمان رجوع شخص ليك بعد غياب وفيه امور كتير محلولة بالنسبة للاوراق اللي انت عندك فيه اوراق بتخص القضاء محلولة عندك يا برج الكوس وفيه شوية مشاكل هتبتدي تتحل الايام اللي جاية عندك يا برج الكوس حد هنا تكون انتهت قراية اليوم لبرج الكوس ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرز عشان يوصل لكم كل جديد في قناة باي